السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه النهاردة هنتكلم عن الاتكاة الاسلامي في المكالمات التليفونية خليكم معايا كده اول حاجة لو حد هو الاتصل علينا بنرد بتحية الاسلام نقول السلام عليكم وممكن نقول الو سلام عليكم طيب لو حد احنا مش عارفينه نكلمه بكل ادب وبكل زوق نقوله حضرتك طالب مين طيب لو لقنا شخصي بيعاكس بنكلمه برضه بادب وينفعش ان احنا نقول الفاظ بزيئة في التليفون وممكن نعمله بلوك لو تأكدنا ان هو بعاكس ممكن نعمله بلوك طيب طيب لو احنا بقى اللي عايزين نتصل علي شخص في عدة قواعد لازم نتبع اول حاجة لو انا عايزة حد في مقلم التليفون طويلة يعني في مشكلة في حاجة هنقعد نلوك فيها كتير ونتكلم مع بعض كتير لازم ياخد معاد قبل ما اتصل علي ممكن تكون ظروفه مش مناسبة واحنا بقى هنقعد نلوك في الكلام دي اول حاجة تاني حاجة عشان نرن اكتر من مرة وراء بعد يعني التليفون يرنه ويفصل يرنه ويفصل يرنه ما ينفعش خالص 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 إلا للضرورة الكسون طيب نعمل ايه لو اتصلنا على حد وكانسل برضو ما نرنش تاني غير بعد فترة طويلة ممكن يكون هو مشغول أو فيه ظروف عنده أو ممكن نبعات له رسالة ونقوله فيها الحاجة المهمة اللي احنا عايزينه عشانه وكمان مش من اسلام ومش من الدين ان احنا نسجل المكالمة بدون اذن من صاحبة يعني من الشخص اللي احنا متصلين عليه لو فيه حاجة مهمة لازم نستأذن الاول قبل ما نسجل المكالمة وكمان لو احنا قاعدين وسط جماعة ما ينفعش ان احنا نفتح الليسبكر ونسمع صوت اللي احنا متصل عليه للناس اللي قاعدين ممكن يكون هو مش حابب حاجة زي كده وممكن هيقولنا حاجة مهمة مش حابب ان حد يعرفها وكمان فيه قواعد تانية كتير لازم نتبع تعالوا اقول لكم عليها هي ايه اول حاجة ما نتصلش في اي وقت كده وخلص ساعة ما يطلع في دماغنا ما ينفعش ان احنا نتصل في وقت متأخر بالليل وما ينفعش كمان نتصل وقت الفجر ما ينفعش خالص وما ينفعش برضو نتصل الصبح بدري الصبح بدري خالص كده والناس نايمة وكمان في الصيف ساعة الزروة كده بيكون الناس مأيلة كده شوية شايفين الامور ده ينفع نزعجه ما ينفعش بقى خالص وكمان الراجل ده كده نايم لو اتصلنا عليه ممكن يهزقنا يعني ما ينفعش انتصل عليه هقول لكم بقى ايه على حاجات تانية ما ينفعش برضو خالص نستخدم بقى فيها التليفون واحنا في المسجد ما ينفعش نستخدم التليفون قبل ما ندخل بنوطيه خالص او ممكن نغلقه وفي المستشفى اللي احنا راحين نزور حد برضو بنوطي التليفون وممكن نقفله علشان المرضى نحافظ على سلامته والهدوء في المستشفى ومنفعش كمان نستخدم التليفون واحنا ماشيين في الشيرة لان ده بيعرض التليفون للسرقة وبيعرضك برضو لمخاطر كتير يعني ممكن واحنا ماشيين كده سرحانين وعملين نتكلم في التليفون او نكتب رسال بص البتة السرق داي الراجل سرقها ممكن حد يخطف مننا التليفون وحصلت مع ناس كتير والناس دي انا عارفها شخصيا كمان بيعرضنا لمخاطر تانية ممكن واحنا ماشيين كده منتكلم في التليفون او مسكين التليفون بنكتب رسال لانا نفسنا كده بقى نتخبط في عربية في عمود قدامنا نتخبط في اشخاص في حاجات كده واحنا ماشيين ربنا يا رب يسترها معايا ومعاكم ومع كل المسلمين وربنا يحفظكم فكل واحد بقى وهو ماشي في الطريق يحط التليفون في جيبه لحد يخطفه منه وكمان ماينفعش نستخدم التليفون واحنا بناكل سواء في اسرتنا او مع صحابنا او مع زمين عند اي حد او في مكان عام مينفعش خالص نستخدم التليفون لانه بيخرب العلاقات الاجتماعية وبيخل افراد الاسرة تبعد عن بعض وعلاقاتهم ببعض متوترة شوفوا الراجل ده زيء من مراته وولاده عشان قاعدين مسكين التليفون وهم قاعدين يكلوا بيقولهم حرم عليكم ارحموني سيبوا التليفونات من ايديكم خلينا نعيش زي البنا قدمين انا زيتم التليفونات انا هكسر كل التليفونات اللي موجودة في البيل وده بيحصل مع كل واحد فينا لو مسك التليفون وهو قاعد على الاكل مين فيكم اللي بيستخدم التليفون وقاعد على الاكل وبابا امامته قال له الجمل اللي انا بقولها دي بص بقى خليها في موضوعنا مينفعش برضو ان احنا نستخدم التليفون في المواصلات العامة لانه بيعرضنا المخاطر كتير ممكن يسرق مننا وممكن يقع يتكسر ممكن برضو نستدم في اشخاص نفس مشاكل اللي استخداموا في الشرع بالاضافة لكده ما نعليش صوتنا وحنا بنتكلم في التليفون في المواصلات العامة ونفضل بقى نحكي اصرارنا والناس تعرف عننا كل حاجة ونفضل نعيد ونزيد ونلوك في التليفون والناس يعرفوا عننا اصرارنا وكل حاجة زي ما بشوف كتير في وسائل المواصلات علامة دي لو لقتوها في اي مكان يعني ممنوع ترفع صوتك وانت بتتكلم وكمان وحنا بنتكلم بنتكلم بصوت هادي وما نرفعش صوتنا خالص وحنا بنتكلم في التليفون في اي مكان حتى لو في البيت ما نرفعش صوتنا وحنا بنتكلم في التليفون نتكلم كده بكل هدوء وبأتيكيت وما نسمعش حد صوتنا ولا اسرارنا ونستخدم التليفون الاسخدام الصح اللي احنا المفروض بنستخدمه على طول وبكده جماعي كون وصلت نهاية الحلقة بتاعتنا لو عجبتكم ما تبخلوش علي باللايك عشان نرفع الفيديو واكتر من حد يشوفه الناس المشترك في القناة ياريتو حطولي اشتراك